القتل أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القفض على رجل الأعمال حسن راتب مساء الاثنين في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة لاتهمه بتمويل عمليات التنقيب عن آثار التي كان يدطلع بها النائب السابق على حسنين المعروف بنائب الجن والعفريت اسمه حسن كامر راتب من موليد 23 فبراير 1947 متزوج له العديد من الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات تقدم ببلغ ضد علاء حسنين عام 2017 واتهمه بالنصف عليها ثم تنازل عنه بعد حصوله على شكايات بنكية من حسنين بقيمة المبلغ عز الدين شقيق نائب العفريت قال في التحقيقات النراتب هو الممول لعمليات التنقيب عن الآثار وقدرت هذه التمويلات بملايين الجنيهات أمرت النيابة العامة بالقبض عليها ونفذت وزارة الداخلية القبض عليها مساء الاثنين في مدينة السادس من أكتوبر كان الظهور الأخير له قبل أيام حين زار جمعية خاصة به وافتتح مبنى جديدا والتقى بعديد من الطلبة